اشتركوا في القناة 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 شاب جميل جذاب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ايوه الابطال هناك جيش كبير بانتلواركم على جانب الادو تقدموا بكلمة التوهيد لا إله إلا الله إن الله ما كن في هذه الرحلة إذا انتشرتم وأنتم مهاربون للدين وإذا ميتم وأنتم شهداء له الله أكبر اكتهم جيش المسلم الزفايا سنة الأربار وفي غلون الأهلات كانت زنات الهرب وزاد الأسواد الهائلة من استدام السيوف والدروء والرماء حدت المعاركة وكان محمد بن قاسم في مقدمة جيش يولير محارد الكتالية قتل خصومه بسيفه واحدا للأخر ركس محمد قاسم في ساعة المعاركة ودمر مواسكرات الادو وتقدم بكوة كبيرة وكان يرسل عداء إلى جهنم بهسام واحدا فواحدا وفي غلون ذلك قتل قاسم خصومه اللدود الدائر وأصبحت سنة بأكملها تحت سيطرة المسلمين وبعد المعاركة شرط ابن قاسم لهؤلاء الذين ينتمون للديانات الأخرى يمكنهم العيش بالدفء الاربية وأقام بها حكم الأدالة والسلام أخذت سنة عيلا في قبل حقيقة الإسلام وفي هذه الأسناء انتغيب سليمان بن عبد الملك أدو الهجاج خليفة بعد الوليد وما ذلك طلب ابن قاسم أن يعود من السن عندما سمي ذلك اختار كل شيء بل الله بدأوا يتساءلون هل يتركنا هاكمنا ويرهلوا أنه؟ ذهب قاسم يودي مادمون عندما وصل قاسم إلى دمشق رأى الخليفة قد يستطع له غلبه لماذا غلب الخليفة؟ هل هناك السبب؟ موج البها رسالة من دموع الحزين وهاب النسيم صارا سمو من بلا منن جواب شجاة باقل مهادي مداه زن سرا سيدوه قاسم إلى حظرة المتين أمر الخليفة أتقال محمد بن كاسم وغرسل إلى سجن قبل أن يعرف المولور وكان الخليفة قد ولأ مسؤول يتلر به سؤالها ابن عبد الرحمن على الخصوص وكان يتعرّل يروب الوحشية يوم فيوم ذات سبعين هاو الحارس الذي جاهل يقالي أيوك له كسيرا لكنه لم يستكن ببتصامات على وجهه وإقليل تسبيم في يده ارتهل محمد بن كاسم إلى جبار ولكن لا محالة إلى مدة طويلة وعمد بعين سيستمر العالم بمده باسم فاتح الحن جمعنا الله جمعنا الله ماذا البتل في جنات النعيم آمين آمين وآخر دعوانا للحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته